طلابنا الأعزاء الصف الثاني عشر فرع العلوم الإنسانية نرحب بكم عبر صوت التربية والتعليم الإذاعة التعليمية الأولى في فلسطين ونترككم الآن مع شرح لمادة الجغرافيا متمنين لكم أوقات ملؤها الفائدة والمعرفة الشرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة برنامج التفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الثانوية العامة أهلا وسهلا بكم عبر أثير صوت التربية والتعليم الإذاعة التعليمية الأولى في فلسطين التي تبث على الموجة 102.1 FM أنا محدثكم الأستاذ نضال حسين النخالة مدرس مادة الجغرافيا في مدرسة الكرمل الثانوية للبنين ألتقي معكم اليوم في حلقة جديدة من مادة الجغرافيا للصف الثاني عشر وعنوان درسنا اليوم هو استكمال لشرح الدرس الأول والذي يحمل عنوانا باسم المناخ وعناصره ستكون حلقتنا اليوم حول نقاط أساسية هامة وهي توضيح أثر الارتفاع والانخفاض عن مستوى سطح البحر على اختلاف درجات الحرارة ومن ثم سأنتقل إلى شرح مفهوم الضغط الجوي وتوضيح العوامل المؤثرة في الضغط الجوي وتوزيع نطاقات الضغط الجوي على سطح الكرة الأرضية وسبب تشكل كل نطاق بداية سأقوم بحل السؤال الذي تركته لكم في نهاية الحلقة السابقة وهو اذكر المؤثرات البحرية المؤثرة في درجات الحرارة اذكر المؤثرات البحرية المؤثرة في درجات الحرارة الإجابة الرياح والأنسمة القادمة المسطحة المائية هذا جانب الجانب الثاني التيارات البحرية الدافئة والباردة المارة بالسواحل تعمل على رفع أو خفض درجات الحرارة للمناطق الساحلية سأنتقل عزيز الطالب الآن لشرح العامل الأخير للعوامل المؤثرة في اختلاف درجات الحرارة احنا شرحنا في الحلقة السابقة أربع عوامل وظل علينا عامل قلنا حن أجله لهذه الحلقة وهو أثر الارتفاع والانخفاض عن مستوى سطح البحر على درجات الحرارة الأثر بين الارتفاع والانخفاض عن مستوى سطح البحر والدرجات الحرارة هو عكسي أي أنه كلما ارتفعنا إلى أعلى تقل درجات الحرارة لكن قديش المعدل وكيف بتقل؟ هنا بتقل درجات الحرارة بمعدل درجة واحدة مئوية كل 150 متر إذن الحقيقة هنا أو قاعدة موجودة عندي أن كل ما ارتفعنا إلى أعلى تقل درجات الحرارة كل ما ارتفعنا إلى أعلى تقل درجات الحرارة بمعدل درجة واحدة مئوية كل 150 متر بالارتفاع على مستوى سطح البحر ولو ضربنا مثال على ذلك ولاحظنا أنه مناخ فلسطين باختلف من منطقة إلى أخرى على الرغم من وقوعه في المنطقة المعتدلة المفروض ياخد مناخ ثابت لكن اختلاف التضاريس في فلسطين بين مناطق سهلية ومناطق جبلية ومناطق الأغوار جعل درجات الحرارة تختلف من منطقة إلى أخرى وأيضا هذا ما يفسر تراكم الثلوج على قمة الجبال فنلاحظ أن قمة جبل كاليمينغارو الذي يبلغ ارتفاعه تقريبا 6000 متر عن مستوى سطح البحر تراكمت عليه الثلوج على الرغم من وقوعه في منطقة استوائية تحديدا في دولة تنزانية في أفريقيا يعني بالقرب من خط الاستواء لكن بتراكم عليه الثلوج إيش السبب أنه كل ما ارتفعنا إلى أعلى تقل درجات الحرارة بمعدل درجة واحدة مئوية كل 150 متر إذن عزيز الطالب لو إجاني سؤال وضح أثر الارتفاع والانخفاض عن مستوى سطح البحر على درجات الحرارة بدأت تكون الإجابة أن العلاقة عكسية فكلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر تقل درجات الحرارة بمعدل درجة واحدة مئوية كل 150 متر تضرب عليه مثالين هذا ما يفسر اختلاف درجات الحرارة في فلسطين على الرغم من وقوعه في المنطقة المعتدلة والسبب باختلاف التضاريس فيها بين مناطق سهلية وجبلية وأغوار وأيضا المثال الثاني تراكم الثلوج على قمة جبل كلمنجارو الواقع في دولة تنزانيا في قارة أفريقيا القريب من خط الاستواء والذي يبلغ ارتفاعه 6000 متر تقريبا ممكن يجيني في الامتحان سؤال احتساب درجات الحرارة في حال أنه جاب لك ارتفاع معين وفبقول لك أديني درجة الحرارة عند الارتفاع الثاني هنا معنا ثلاث أمثلة تطبيقية على هذه المسائل سأقرأ هذه الامثلة وحلولها مباشرة المثال الأول في حال كانت درجة الحرارة عند مستوى سطح البحر 25 درجة قداش عند مستوى البحر 25 درجة فكم تكون على ارتفاع 600 متر يعني أنا بدأ أطلع عن مستوى البحر 600 متر يعني درجات الحرارة بدأ تقل طب أكام من درجة بدأ تقل عن الـ 25 خطوات الحال الخد عندك أول خطوة بتسويها أنك بتعمل فرق لدرجات الحرارة بساوي الارتفاع عن مستوى سطح البحر اللي هو الـ 600 تقسيم الـ 150 وبطلع الإجابة إذن بأقول فرق درجات الحرارة يساوي الارتفاع عن مستوى سطح البحر تقسيم الـ 150 ويساوي 600 تقسيم 150 ويساوي أربع درجات يعني أنا بدأ أنقص أربع درجات عن درجة الحرارة الأصلية الموجودة عند مستوى البحر فبتكون القطوة الثانية أن أجيب أقول العلاقة المطلوبة الحرارة المطلوبة تساوي درجة الحرارة عند مستوى البحر ناقص فرق الدرجات ويساوي 25 ناقص أربعة ويساوي 21 درجة مئوية 21 درجة مئوية المثال الثاني اللي موجود عندي بس أنا يختلف المثال شوية إذا كانت درجات الحرارة في مدينة يافا الواقع على خط على ارتفاع 30 متر فوق مستوى سطح البحر تساوي 20 درجة مئوية عند مدينة يافا 20 درجة فكم تكون درجة الحرارة في جبال القدس على ارتفاع 900 متر هنا جايب لك ارتفاعين في داخل السؤال فبتضطر إيش تسوي إنك تعمل فرق بين الارتفاعين هذولا فبتكون الخطوة الأولى فرق الارتفاع بين المكانين ويساوي 900 ناقص 30 ويساوي 870 متر أي أنه الارتفاع بدي أنقص بناء على درجات الحرارة بناء على ارتفاع 870 متر عن مدينة يافا فبصير فرق درجات الحرارة يساوي 870 تقسيم 150 اللي هي العلاقة الثابتة ويساوي 5 درجات فاصلة 8 إذن أنا هنقص عن درجة الحرارة الأصلي عن مدينة يافا 5 درجات فاصلة 8 فبتكون درجة الحرارة في جبال القدس تساوي 20 درجة اللي هي عند مدينة يافا ناقص اللي طلع معي الجواب 5.8 ويساوي 14.2 درجة مئوية مثال الثالث إذا كانت درجة الحرارة عند مستوى البحر 15 درجة فكم تكون على انخفاض هنا السؤال انتو يا عزيز الطالب على انخفاض 450 متر عن مستوى البحر بتكون الإجابة فرق الدرجات يساوي الارتفاع عن مستوى البحر تقسيم 150 ويساوي 450 تقسيم 150 متر ويساوي 3 درجات يعني انا بدي ازود هذا المر لان انا بدي انزل عن مستوى سطح البحر وكل منزلنا بتزيد درجات الحرارة نفس ما اطلعنا لفوق بتقل فهي بتزيد بالانخفاض عن مستوى سطح البحر فبتصير الحرارة المطلوبة درجة الحرارة عند مستوى البحر زائد فرق الدرجات ويساوي 15 درجة زائد 3 ويساوي 18 درجة مئوية بهك عزيز الطالب بكون انهيت ما يتعلق بالعامل المؤثر في درجات الحرارة وهو الارتفاع والانخفاض عن مستوى سطح البحر وممكن انك تثبت الاجابة بانك تنظر للنشاط الموجود في صفحة عشرة نشاط ستة حتلاحظ ارتفاعات للجبل وحطط لك درجة الحرارة 17 درجة مئوية عند مستوى البحر لما نطلعنا 150 متر قدش صارت 16 درجة طب قدش بتصير لما بده اصير 450 هانا بده زي ما اتفقنا بنقسم ال450 على 150 فبتصير 3 درجات فبتصير 17 نقص 3 بتصير درجة الحرارة 14 درجة مئوية على ارتفاع 450 على حسب النشاط الموجود في صفحة عشرة نشاط ستة بالانتقال على عنصر جديد من العناصر المناخ الاشعاعية والحرارية وهذا هو اخر عنصر موجود معي وهو العنصر قبل الاخير وهو الضغط الجوي بداية عزيز الطالب يمكنك النظر معي في صفحة 13 في الكتاب الوزاري ستلاحظ هناك نشاط تمانية موجود عندي صورة بتوضح شكل الكرة الارضية وموجود حواليها غلاف بالازرج بيسألك ايش اسم الغلاف هذا؟ طبعا الغلاف المحيط بالكرة الارضية هو الغلاف الجوي هو الغلاف الجوي طيب هناك سؤال تاني هل يشكل هذا الغلاف ضغطا على سطح الكرة الارضية؟ نعم يشكل ضغطا على سطح الكرة الارضية بفعل الجاذبية الارضية اذا الغلاف الذي يحيط بالكرة الارضية هو الغلاف الجوي هل يشكل ضغطا على سطح الكرة الارضية نعم يشكل ضغطا على سطح الكرة الارضية اي ان لهذا الهواء او لهذه الغازات او المحيطة بنا ضغط على سطح الكرة الارضية بفعل ايش بفعل الجاذبية الارضية لو طلب مننا المقصود بالضغط الجوي هاقول له هو عبارة عن وزن عمود الهواء الواقع على وحدة المساحة ويعادل عند مستوى سطح البحر وزن عمود من الزئبق طوله 76 سانطة او ويعادل 1013 ملي بار ويقاس بواسطة جهاز الباروميتر الزئبقي او المعدني طيب ممكن يجيني اكتر من سؤال في هذه الحالة ما الجهاز المسؤول عن قياس الضغط الجوي بدأ اقوله جهاز الباروميتر ممكن يجيني ايضا ما هي وحدة قياس الضغط الجوي بدأ اضطر اقوله الملي بار كم يبلغ الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر بدأ اقوله 1013 ملي بار طيب وقديش طول عمود الزئبق اللي موجود عند مستوى سطح البحر قديش طوله بدأ اقوله 76 سانطة وهذا بيجيبها من ضمن الاختيار من متعدد طيب والانتقال الى محور اخر في هذه الحلقة وهو هل يتأثر الضغط الجوي بالارتفاع والانخفاض يعني احنا عند مستوى البحر والضغط الجوي طبيعي بساوي 1013 ملي بار طب هل يزيد هل يقل طبعا هناك عوامل مؤثرة في هذا الجانب ايش العوامل اللي بتأثر فيه ارتفاع وانخفاض الضغط الجوي هأصرد لك اياهم عزيز الطالب درجة الحرارة الارتفاع والانخفاض عن مستوى سطح البحر الرطوبة الجوية للاختصار اذا سألك اي سؤال ايش بيأثر فيه على الضغط الجوي قله العلاقة عكسية من خلال الثلاث عوامل اللي فاتوا اللي انا ذكرتهم يعني لو سألك قلك ايش علاقة الحرارة بالضغط قلوه عكسية مباشرة ايش علاقة الارتفاع والانخفاض عن مستوى سطح البحر بالضغط الجوي بدأ اقوله العلاقة عكسية طب ايش علاقة الرطوبة برضو بدأ اقوله العلاقة عكسية هل قلت انا حشرح كل عامل على حدة عن طريق سؤال وبالتالي حيتوضح اليك عزيز الطالب كيف هادا العلاقات العكسية نشأت وايش سببها نيجي مثلا العامل الاول ايجاني سؤال قال لي وضح اثر درجة الحرارة على الضغط الجوي بدأ اقوله هانا العلاقة عكسية زي ما اتفقنا اي انه كلما ارتفعت درجة الحرارة يقل للضغط الجوي والسبب انه هانا الهواء لما بسخن بتمدد بتقل كثافته بخف وزنه بضطر يتحرك اما لأعلى او يتحرك افقيا بالتالي هانا اللي اثر في حركة الهواء وخفته ليرتفاع درجات الحرارة والعكس صحيح انه لو برد الهواء بده ينكمش وبده يزيد وزنه وبده يزيد ضغطه وهانا بدنا نضرب مجموعة من الامثلة مثلا في الصيف وفي الانهار بتلاقي المسطحات المائية حرارتها منخفضة فبيكون ضغطها مرتفع اما اليابس بتكون حرارته مرتفعة فبيكون ضغطه منخفض ولو غيرنا هذا الكلام للشتاء والليل هتلاحظ ان المسطحات المائية حرارتها مرتفعة فيكون ضغطها منخفض اما اليابس بيكون حرارته منخفضة ويكون ضغطه مرتفع وهذه أمثلة لو سألك على إقران السؤال بأمثلة دطل أقوله صيفا ونهارا أو شتاءا وليلا يعني لو إجانا السؤال كمان مرة في الامتحان ستكون الإجابة كالتالي وضح أثر قلنا درجة الحرارة على الضغط الجوي الإجابة العلاقة عكسية كلما زادت درجة الحرارة قلت ضغط الجوي مثال ذلك صيفا ونهارا المسطحات المائية حرارتها تكون منخفضة فيكون ضغطها الجوي مرتفع أما اليابس تكون حرارة مرتفعة ويكون ضغط الجوي منخفض بالانتقال إلى الشتاء والليل المسطحات المائية تكون حرارتها مرتفعة فيكون ضغطها منخفض أما اليابس تكون حرارته منخفضة وضغطه مرتفع بالانتقال إلى عام الجديد مؤثر في الضغط الجوي وهو الارتفاع والانخفاض عن مستوى سطح البحر منشوف إيش هذا التأثير بقول لي أنه العلاقة عكسية كلما ارتفعنا إلى أعلى يقل الضغط الجوي والسبب في ذلك أن عمود الهواء يقصر طوله وتتناقص نسبة الغازات الثقيلة الموجودة فيه كالأكسوجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون إذن العلاقة عكسية كلما ارتفعنا إلى أعلى الضغط الجوي حيقل السبب في ذلك أن عمود الهواء يقصر طوله ونسبة الغازات الموجودة في الهواء الثقيلة تقل مثالها الأكسوجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون ولو بدأ أضرب مثال على هذا الجانب يعني مثلا العكس إذا انخفضت عن مستوى سطح البحر الضغط الجوي حيزيد طيب لو ضربنا مثال الضغط الجوي في أريحة مرتفع ودرجة الحرارة في المقابل أيضا مرتفعة يعني الضغط الجوي في أريحة بيصل تقريبا 1050 ملي بار ها أنا بيسألك بيقولك طيب ليش زاد الضغط على الرغم من زيادة درجة الحرارة يش بدأ أقول له؟ بدأ أقول له لأنه عمود الهواء زاد طوله فزاد وزنه فزاد ضغطه باعتبار أنه الريحة بتقع تحت مستوى سطح البحر تحت مستوى سطح البحر طبيعي أنه عمود الهواء حيزداد وزنه حيزداد طوله وحيزداد ضغطه ولو تتبعنا النشاط التاسع صفحة 13 الشكل رقم واحد هتلاحظ أنه عمل لك جبل هو بارتفاعات مختلفة وحاطط اللي هو ضغط الجوي عند مستوى البحر 1013 ملي بار الارتفاع الأول اللي هو 1000 متر قداش صار الضغط؟ 913 ملي بار يعني أنا ارتفعت الأعلى بدي أقلل 100 ملي بار لأنه 1000 متر فيهم 100 ملي بار طب لو ارتفعت 2000 يعني بدي أقلل 200 ملي بار عن 1013 وبدو يصير 813 ملي بار طب لو انزلت 170 متر 170 متر فيهم 17 ملي بار 170 تقسيم 10 بطلع 17 بزودهم على 1013 وبصير الضغط الجوي 1030 ملي بار بالانتقال إلى العامل الأخير المؤثر في الضغط الجوي وهو الرطوبة الجوية طبعا العلاقة أيضا عكسية كلما زادت نسبة الرطوبة في الهواء قلل الضغط الجوي والسبب في ذلك أن الهواء المشبع بالرطوبة أي أنه مشبع ببخار الماء فالهواء الذي يحمل بخار الماء هو أخف وزنا دائما من الهواء الجاف الذي يحل محله لذلك نرى أن المناطق الساحلية يسودها ضغط جوي منخفض والسبب في ذلك ارتفاع نسبة الرطوبة الجوية هنتقل آخر محور بتعلق بالضغط وهو توزيع نطاقات الضغط الجوي على سطح الكرة الأرضية فممكن يجيني السؤال أرسم شكلا للكرة الأرضية موزعا عليه النطاقات العامة للضغط الجوي إجابتنا لهذا السؤال تعالوا نروح فيها على صفحة 14 النشاط رقم 10 افتح صفحة 14 النشاط رقم 10 هتلاحظ أنه هناك رسم للكرة الأرضية ومجسم لك هذا الشكل لأربع نطاقات رئيسية أربع شمالا وأربع جنوبا النطاق الأول وهو نطاق الضغط الجوي الاستواء المنخفض الثاني نطاق الضغط الجوي ما وراء المدار المرتفع الثالث نطاق الضغط الجوي المنخفض شبه القطبة الرابع نطاق الضغط الجوي القطبي المرتفع طيب هذه النطاقات اللي بتتوزع على سطح الكرة الأرضية فيه لأسباب للتشكل فممكن يجيني سؤال بين توزيع نطاقات الضغط الجوي على سطح الكرة الأرضية مع توضيح سبب تشكل كل نطاق هنا بأعمل جدول زي اللي موجود معك عزيز الطالب في صفحة 20 هتلاحظ أنه فيه هناك جدول السؤال الثامن أصنف في جدول نطاقات الضغط الجوي عملك جدول وحطط لك مثال على النطاق الأول وهو النطاق الاستوائي حطط الخانة الأولى لإسم النطاق الخانة الثانية للإمتداد الفلكي تابعه بين دوائر العرض والخانة الثالثة حطط فيها سبب الارتفاع والانخفاض في الضغط تعال نشوف نطاق الضغط الجوي الاستوائي المنخفض يمتد بين دائرتين عرض 0.5 شمال وجنوب خط الاستواء السبب في تشكله ليه الخانة الثالثة الطيارات الهوائية الصاعدة الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة لو بدأ أفرغ في داخل الجدول للثلاث نطاقات الجديدة الموجودة معي أو الثانية فبيكون عندي النطاق الثاني هو نطاق الضغط الجوي ما وراء المدار المرتفع طيب امتداده يمتد بين دائرتين عرض 25 ل30 شمال وجنوب خط الاستواء والسبب في تشكله نشاط الطيارات الهوائية الهابطة والتي تسبب الجفاف والصحاري النطاق الثالث نطاق الضغط الجوي شبه القطبي المنخفض امتداده يمتد بين دائرتين عرض 45 ل60 شمال وجنوب خط الاستواء طيب السبب نتيجة لالتقاء الكتلة الهوائية الباردة مع الكتلة الهوائية الدافئة نتج عنها طيارات صاعدة بالتالي انخفض الضغط الجوي النطاق الأخير وهو النطاق الضغط الجوي القطبي المرتفع امتداده من 75 ل90 شمال وجنوب خط الاستواء والسبب في تشكله قلة درجة الحرارة قلة الرطوبة نشاط الطيارات الهوائية الهابطة وهو مباشر عكس اللي هو نطاق الضغط الجوي الاستوائي المنخفض فممكن تجينا اسألة منفصلة ممكن يجينا في اختيار من متعدد بما تفسر ليش الضغط الجوي مثلا منخفض في النطاق ما وراء المداري بدي اقوله بسبب نشاط الطيارات الهوائية الهابطة طيب ليش مرتفع في المنطقة ما وراء المداري بدي اقوله بسبب قلنا نشاط الطيارات الهوائية الهابطة طيب ليش الضغط الجوي منخفض في المنطقة شبه القطبية المحصورة بين دائرتين عرض 45 إلى 60 شمال وجنوب خط الاستواء بدأ أقوله بسبب التقاء الكتلة الباردة مع الكتلة الدافئة نتج عنها طيار صاعد وهكذا تطبق على نطاق الضغط الجوي الاستوائي المنخفض أو نطاق الضغط الجوي القطبي المرتفع في معي نشاط موجود في صفحة 15 هذا نشاط بيقول ما المقصود بالرهو الاستوائي أو الركود الاستوائي طبعا هنا منطقة الرهو الاستوائي وركود الاستوائي هي المنطقة التي تكاد تتوقف فيها الرياح أو تتوقف بالمطلق فيها الرياح الأفقية وتنشط فيها الرياح الرأسية التي المحملة ببخار الماء وبهيك عزيز الطالب بيكون لو أنهينا العوامل المؤثرة في الضغط وتوزيعه على سطح الكرة الأرضية هنا هنتقل لمجموعة أسئلة اختيار من متعدد وهي كالتالي مثلا واحد تنخفض درجات الحرارة كلما ارتفعنا إلى أعلى عن مستوى سطح البحر كل قديش ألف خمسين متر بقى ميت متر جيم مية وخمسين متر دال تلاتمية متر الإجابة حتكون مية وخمسين متر خد كمان مثال ثاني يقل الضغط الجوي كلما ارتفعنا إلى أعلى عن مستوى البحر كل ميت متر خمسين متر عشرة متر مية وخمسين متر هنا الإجابة انت به أنه بيسألك على الضغط الإجابة حتكون عشرة متر طيب السبب في وجود ضغط جوي مرتفع ما وراء مداري هو نشاط الطيرات الصاعدة باء الحرارة العالية جيم الرطوبة العالية دال نشاط الطيرات الهابطة هنا هنه هنه هقول له نشاط الطيرات الهابطة أربعة النطاق التي يمتد بين دائرتين عرض خمسة واربعين لستين شمال وجنوب خط الاستواء هو النطاق الاستوائي ولا ما وراء المداري جيم شبه قطبي دال قطبي طبعا الإجابة حتكون هنا الشبه قطبي خمسة النطاق الاستوائي يمتد بين دائرتين عرض خمسة وسبعين لتسعين شمال وجنوب خط الاستواء ولا خمسة واربعين لستين شمال وجنوب خط الاستواء جيم خمسة وعشرين لتلاتين شمال وجنوب خط الاستواء دال صفر لخمسة شمال وجنوب خط الاستواء الإجابة حتكون دال من صفر لخمسة شمال وجنوب خط الاستواء نقطة السادسة يقع جبل كلمنغارو في قارة أفريقيا تحديدا في دولة ألف تنزانيا بالزامبية جيم السودان دال الصومال جبل كلمنغارو كما ذكرنا في الدرس يقع في أفريقيا تحديدا في دولة تنزانيا ليه الإجابة ألف كم يبلغ الضغط الجوي عن مستوى سطح البحر هل هو ألف ألف و الثلاثر ملي بار بالف ومية وثلاثة ملي بار جيم ألف ومية وعشرين ملي بار دال ألف ومية وثلاثين ملي بار الإجابة 1013 ملي بار اللي هي ألف يبلغ الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر وزن عمود من الزئبق طوله 70 سانطة 76 سانطة 80 سانطة 67 سانطة الإجابة 76 سانطة طيب النقطة اللي بعديها التقاء الكتل الدافئة مع الكتل الباردة أنتج تيارات صاعدة شكلت ضغط الجوية منقفضا في النطاق ألف الاستوائي با ما وراء المداري جيم شبه القطبة دال القطبة طبعا هو شكل نطاق ضغط جوي منقفض في المنطقة شبه القطبية اللي هو الإجابة جيم جميع ما يلي يؤدي إلى انخفاض الضغط الجوي في المنطقة الاستوائية مع عدى واحدة هل هي نشاط الطيارات الهوائية الصاعدة با الحرارة العالية جيم الرطوبة العالية دال نشاط الطيارات الهابطة الإجابة نشاط الطيارات الهابطة لأنه كل اللي أنا ذكرتم سواء نشاط الطيارات الصاعدة ولا الحرارة العالية أو الرطوبة العالية هدول سبب في انخفاض الضغط الجوي في النطاق الاستوائي لكن دال هذه نشاط الطيرات الهوية الهابطة هذه سبب في ارتفاع الضغط الجوي قلنا في المنطقة ما وراء المدارية قبل الانتهاء عزيز الطالب من هذه الحلقة سأترك بين يديك سؤالا لتبحث عن حله ونبدأ به حلقتنا القادمة بإذن الله بما تفسر ارتفاع الضغط الجوي في مدينة أريحة على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة فيها بذلك أعزائنا الطلاب الطلاب الثانوية العامة نكون قد انتهينا من حلقتنا اليوم التي تم من خلالها شرح العامل الأخير المؤثر في اختلاف درجات الحرارة وهو الارتفاع والانخفاض عن مساوى سطح البحر وطرحنا بعض الأمثلة التطبيقية على حل مسائل درجة الحرارة أيضا انتقلنا لشرح مفهوم الضغط الجوي والعوامل المؤثرة في الضغط الجوي وتوزيعها على سطح الكرة الأرضية وبإذن الله سأكون معكم في الحلقة القادمة في شرح مفصل لأنواع الرياح شكرا لكم على حسن استماعكم كان معكم الأستاذ من ضال النخالة مدرس مبحث الجغرافيا في مدرسة الكرمل الثانوية للبنين إلى اللقاء الشرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة برنامج التفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز كنتم مع شرح المفصل لمنهاج الصف الثاني عشر فرع العلوم الإنسانية ومبحث الجغرافيا شكرا لإصغائكم ونلقاكم بإذن الله في الدروس القادمة مع تحيات إذاعة صوت التربية والتعليم اشتركوا في القناة